السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلب التعليم الفني شعبة المعمرية النهاردة حلقتنا بخصوص الصف الثاني في برنامج فني عمال التشتبات المعمرية احنا كنا كلمنا في الحلقة السابقة عن التراز التسكاني ومكوناته الوحدة دي اسمها تنفيذ التراز التسكاني وهي عبارة عن تنفيذ العمود على التراز التسكاني ومكوناتها احنا قلنا اول حاجة تنفيذ الكرسي الخاص بالتراز التسكاني بعد كده تنفيذ قاعدة التراز التسكاني وبعد كده تنفيذ بدن التراز التسكاني وبعد كده تنفيذ تاج التراز التسكاني ودي كانت مخرجات التعلم الخاصة بالوحدة بتاعتنا في الحلقة السابقة كنا تناولنا تنفيذ كرسي التراز التسكاني واشتغلنا اذا وعرفنا ازاي هو بتكون من ايه وبدن الكرسي والرفرفة وعرفنا ازاي بنشكل كل جزء على حدة النهاردة احنا هنتكلم عن تنفيذ قعدة الطراز التسكاني وهي تعتبر مخرج التعلم رقم اتنين من الوحدة بتاعتنا وهنا نتناولها بالتفصيل الآن تعالوا بكده نبص عندنا هنا اسم البرنامج برنامج فني اعمال التشتباط المعمرية وعندنا عنوان الوحدة تنفيذ الطراز التسكاني الوحدة دي في الصف الثاني في الترم الأول عندنا زمن الوحدة دي سبع أسابيع الحلقة اللي فاتت اشتغلنا عن المخرج الأولاني تنفيذ طراز التسكاني الوحدة دي بتتكون من عدة مخرجات زي ما قلنا من شوية بداية اول حاجة المخرج الأولاني تنفيذ كرسي العمود التسكاني المخرج رقم اتنين تنفيذ قعدة العمود التسكاني المخرج رقم تلاتة تنفيذ بدن العمود التسكاني المخرج رقم اربعة تنفيذ تاج العمود التسكاني نيجي بعد كده احنا كل وحدة لها متطلبات سابقة يعني لازم تكون انا ملم بيها او اكتست الوحدات دي عشان اشتغل في الوحدة الجديدة اللي انا شغال فيها احنا عندنا لوحدة تنفيذ الاتراز توسكاني من متطلباتها السابقة ان انا اكون اكتست وحدة السلامة والصحة المهنية بعد كده عندي لازم اكون اكتاز وحدة العدد والادوات والخامات طبعا انا عشان اشتغل في اي تنفيذ تمرين مهارة او تنفيذ اي تمرين لازم اكون عندي خبرة بالعدد اللي هستخدمها وازاي هستخدمها وازاي عمل لها صيانة الخامات نفسها بعرف مواصفاتها ايه وازاي بتعامل معاها وامتى هوظفها في التمرين بتاعي وامتى مش هحتاجها فلازم عندي خبرة بالعدد والادوات والخامات بعد كده كان عندي وحدة درسناها في الصف الاول كانت وحدة خاصة بتنفيذ البياض الزخرفي او البياض اللي هو شغل الحليات والجبس فطبعا دي وحدة من متطلبات الوحدة بتاعتنا اللي احنا شغالين عليها النهاردة اللي هي تنفيذ الطراز التسكاني هنيجي كده نشوف المتطلبات السابقة لدراسة هذه الوحدة عندنا زي ما نشايفين على اللاب عندنا وحدة السلامة والصحة المعنية اتنين وحدة خامات ومعدات وادوات تشتبات تلاتة وحدة بياض الجبس والحليات ودي كانت المتطلبات اللي انا لازم اكتس الوحدات دي او عندي ان انا دخلت الوحدات دي وابتستها عشان اشتغل في الوحدة بتاعتي الجديدة اللي احنا شغالين عليها هنيجي لبعد كده عندنا معايير الاداء للمخرج التعلم اللي هو تنفيذ قعدة العمود التسكاني الحلقة اللي سابقة خدنا الكرسي النهاردة هنشتغل على الاعداء بتاعة الخاصة بالتراز التسكاني عندي معايير اداء للمخرج ده ايه المعايير الاداء دي عبارة عن ايه اول حاجة اول معايير اداء عشان اقيم عليه الطالب اتباع قواعد الامن والسلامة والصحة المعنية لازم الطالب بتاعي يبقى فاهم ازاي يحافظ على نفسه وهو شغال في التنفيذ التمرين ده لازم يكون عنده علم بقواعد الامن والسلامة والصحة المعنية ايه هي المهمات اللي هيستخدمها لحميته وهو شغال في اسناء التمرين بعد كده عندي حاجة اسمها تجهيز العدد والادوات والخامات زي ما احنا قلنا لازم يبقى عنده علم بالعدد اللي هيستخدمها والخامات اللي هو هيستخدمها في الوحدة دي فهو بيبدأ يجهزها هو هيحتاج ايه في الوحدة ديت فهي بيبدأ يجهزها بعد كده تجهيز الفرم الخاصة بتشكيل قاعدة التراز التوسكاني طبعا انا التراز التوسكاني عشان اشكله بيبقى عندي فرم خاصة به الااا الاعداء عندي عبارة عن جزئين جزء مربع وجزء دقاري فانا عندي بالنسبة للجزء المربع فرما خاصة به والجزء الدقاري ليه فرما خاصة به فلازم الطالب بيجهزهم قبل ما يبدأ يشتغل بعد كده ببدأ اشكل بعد ما جهزت الفرم بتاعتي المعيار الاداء الاخير اللي هو التشكيل وتجميع قاعدة التراز التوسكاني ببدأ اشكل الجزء العيدل من الاعداء الاول بالفرما بتاعتها ودي بتبقى عبارة عن فرما بمشيها على ايدة فرما مستقيمة بتمشي على ايدة بتبقى هي خط تسير الفرما ببدأ اثبت ايدة على التسجه وابدأ امشي عليها الفرما في اتجاه واحد وببدأ احط العجين الجبس بتاعي قدام الفرما وامرر عليه الفرما بتاعتي لغاية ما يتم التشكيل وتبقى بيديني فرما او حلية مستقيمة بعد كده ببدأ اقطع الحلية بتاعتي دي بناء على المقاسات اللي انا عايزها وعلى زاوية 45 واجمعها عشان تديني شكل الاعداء بتاعتي اللي هو الجزء المربع بعد كده عندي فرما تانية بتكون ايه نفس مكونات الفرما العدلة بس بيفرق فيها ان دي فيها شكال زيادة الشكال ده بيبقى اعتبر نصف القطر بتاعي لان انا الفرما دي بتلف على محور تسبيت بسبت مصمار كده او خبور على التسجه بتاعتي وبيبقى محور التسبيت بتاعي اللي انا بشتغل عليه وببدأ اشكل الحلية بتاعتي على شكل دائري على شكل دائري وبحط العجين قدام الفرما بتاعتي وهي بتلف وبحطه تدريجيا لغاية ما يبدأ التشكيل بتاعي بين وبكده يبقى انا عملت الجزء الدائري من الفرما بتاعتي والجزء العدل ببدأ اجمعهم مع بعض عشان يديني الاعدة بتاعتي او مكونات الاعدة بتاعتي هنيجيل بعد كده انا عندي هنا المهمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية طبعا انا عندي الخوزة هنا عشان تحميني لو حاجة وقت او انا شغال في الموقع من مرتفع او حاجة او لو تعرضت لبعض الصدمات عندي الكفازات عشان بتحمي ايه دي من ان هي تصاب بجروح وعندي الافرول اللي بيحافظ على هدومي وفي نفس الوقت لو انا اللي بشتغل بمواد كوموية بيبقى في افرول خاص بيقيني من المواد ديت وعندي الحزاء اللي هو بيقيني من الصدمات لو رجلي بيحافظ على رجلي من الصدمات او التزحلق او الجروحة وجده. عندنا هنا الطالب دوت بيستعرض الا اول ما دخل هينفز التمرين فهو بيبدأ يعمل ايه بيجهز مهمات السلامة والصحة المهنية بتاعته. هنا الطالب بيبدأ او بيجهز المهمات بتاعته. جاب البلطو بتاعه. دلوقت هو بيلبس معدات الحماية بتاعته اللي هيستخدمها في التمرين بتاعنا النهاردة. فهو اول حاجة بدأ بالبلطو عشان يحمي الملابس بتاعته. طبعا النهاردة هنشتغل بخيامة الجبس فهي عبارة عن مادة مش دارة ولا حاجة فالبلطو هيقد الغرض. وبيلبس السفت بتاعه. ده عشان يحمي رجله من الصدمات او لو في حاجة محطوط على الارض او في زيت عشان ما يزحلقش او كده. وبعد كده بيرتدي الخوزة. طبعا الخوزة دي بيباليها موصفات خاصة. عشان تحميني من الصدمات. فبتبقى قوية على الساس لو حاجة واعت على راسي ما ما اصابش بمشكلة او يحصل لي حاجة خطر. طبعا هنا عندنا هنا المادة اللي هنستخدمها او الجبس فده يعتبر غبار او اتربة فالكمامة العادية هتقدي الغرض. طبعا لو انا هستخدم مواد كموية او مواد سامة طبعا هيبقى ليها كمامات خاصة بيها او كناع خاص بيها بيبقى كناع واقي ضد الكيمويات والمواد الضرة. وبعد كده بيرتدي الكلافز الواقي بتاعه اللي هو بيحمي ايده من الجروح او الخدوش. بعد كده استعرضنا دلوقتي المهمات السلامة والصحة المعنية. بعد كده هنجهز العدد والادوات المستخدمة في اه التمرين بتاعي. عندي هنا المقص السامكاري طبعا انا بستخدمه في قص الصاج والسلك لو انا بستخدم سلك. انا عندي هنا الفرما بتاعتي بيبقى داخل فيها الصاج فانا ببقى اشكل الحليات بتاعتي. والحلقة السابقة كنا استعرضنا ازاي بعمل الفرما. وازاي مكوناتها ايه. فانا اه تناولنا الموضوع ده بالتفصيل في الحلقة السابقة. عندي هنا حاجة العدة اسمها المقشاطة. المقشاطة دي بستخدمها في ان انا بلمي بيها العجين وبرفعه على الكرنيشة بتاعتي. وفي نفس الوقت بنظف بيها العدد والادوات بتاعتي. وبسوي بيها الناتج بتاعي. يعني الحلقة بتاعتي او لما باجي اجمع بابدأ اجمع بيها الشغل بتاعي. عندي المنشار الخشابي او زراء التمساح زي ما بيسموه الاسم العلمي. ده بستخدمه في قطع الاخشاب واحيانا بقطع به الحليات بتاعتي بتاعت الجبس. بس لازم بعد ما باستخدمه في الجبس لازم بعمل له عملية سيانة. ان انا بنظفه كوي كويس من الجبس. وببدأ اعزله بمادة الزيت عشان ما يصديش بعد كده لان احنا عارفين ان الجبس والحديد يعتبر من اهم المشكلات تعرض للحديد للجبس ان هو بيصدق مع مع تفاعله مع العوامل الجو. فبيبدأ يصدي وبالتالي يطلف السلاح بتاع المنشار. بعد كده عندي المبارد الحديد والخشابي. طبعا احنا عارفين بنستخدمها في المبارد الحديد بستخدمها في برض الحليات بتاعتي اللي هي في الفرما الصاج. والمبرد الخشابي بساوي به الخشب بتاعي برضو لما بشكل الحليات عليه ببدأ اسويها بالمبرد الخشابي. عندي متر الكياس. متر الكياس ده اللي بقيس به المأساب بتاعتي تبقى للرسومات الهندسية. عندي بعد كده المسترين او الدفرة دي اللي انا بتناول بها الجبس من الشكارة بتاعتي وببدأ احطه وقلب بها الجبس بتاعي داخل الاسعة. ميزان المية زي ما قلنا بنستخدم في الضبط الرأسي والقفكي. لما باجي اسبت الاعدة في مكانها بزبطها بقفكي ورأسي. بعد كده عندي الزاوية الحديد دي بتديني زوايا قايمة وزوايا على زوايا خمسة واربعين. دي بستخدمها برضو لما باجي بعد كده اقطع الشغل بتاعي. فبحدد بي الزاوية التسعين او الزاوية خمسة واربعين. وعندي هنا الفرر بتاعت التشكيل والنحط دي الفرر بيستخدمها برضو في ان انا وانا بشكل الحليات بتساعدني في تشكيل الدوائر والمنحنيات او لو حاجات دقيقة او حاجات صغيرة جدا بتساعدني في التشكيل فهي بتستخدم في الحفر والتشكيل الحليات على الجبس. هنيجي بعد كده ايه الخامات اللي انا هستخدمها في الوحدة دي او في المخرج التعلم بتاعي اللي هو تنفيذ اعدة التراز التسكاني. عندي المكون الاساسي هو جبس المصيص. اه جبس المصيص طبعا هو اه طبعا عندي انواع كتير من الجبس عندي الجبس البلدي اللي هو بيسموه في السوق البلاح وجبس المصيص اللي هو بتاعي التشكيل اللي هو خاص بالحليات والتشكيل وبشتغل وهو بديني حلية ناصعة البياض. هو طبعا في الصورة انقى من اه انقى انواع الجبس بتاعي اللي موجود في السوق طبعا انقى من الجبس البلدي. جبس البلدي ده بيدخل في اعمال البياض او لما بستخدمه في السقلات الخشبية. لكن الجبس المصيص هو اللي بيستخدم في البياض الزخروف بتاعي لان هو بيبقى في صورة ناقية وفي نفس الوقت بيديني الحالية ناصعة البياض او بيستخدمه في البياض المصيص هو مشهور في السوق بجبس المصيص عشان بيستخدم في بياض الاسكف للمصيص. تاني خامة بعد كده عندي الزيت او الصابون وده بستخدمه في العزل بتاعي. انا دلوقتي لما هاجي هصب بشغل على التسجة بتاعتي فلازم اعمل وسط عازل او وسيط عازل بين الشغل بتاعي اللي انا بصبه والتسجة بتاعتي عشان بعد كده اعرف اصب افك الحلية بتاعتي بسهولة بعد ما صبتها على التسجة وما تلصقش فيها ولما اجي افكها له وما فيش عزل جيد هتتكسر الحلية بتاعتي بانا ما اعملتش حاجة. هنيجل بعد كده عندي الخشب والصاج. وطبعا الخشب والصاج والمصامير دول اللي بستخدمهم في التشكيل الفرمة بتاعتي. اه الفرمة بتاعتي بتتكوم من اه الصاجة اللي هي بيبقى عليها الحليات الخاصة بال بالفرمة بتاعتي. والصاجة دي بسبتها على قطعة من الخشب وبتسمى الحصان الفرمة وبتكون بفرغ منها نفس قطاع الصاج بس بزود نص سنتي من كل ناحية عشان الصاج هو اللي يمس الجبس. لان الخشب يكون بينه بين الصاج نص سنتي في الكطاع اكبر منه في الكطاع عشان اللي يشكل الجبس. لان الخشب لو مس الجبس هيطلع لي سطح خشن. لكن الصاج هيطلع لي سطح املس وهيطلع لي الحلية بتاعتي مزبوطة. والتشكيلات بتاعتها مزبوطة. بعد كده عندي الكتان. الكتان ده انا بستخدمه بمثابة حديد التسليح داخل الحلية بتاعتي. الكتان ده بحطه في الحلية او الاسناء التجميع بتاعه لما باجي جمع الجزء المربع مع الجزء الدائري. بحط الكتان عشان يعمل لي ربط بين الجزئين مع بعض. في نفس الوقت لو انا عندي بصب بحاجة بلاطات كبيرة بحجم كبير. بحط الكتان ده من داخل في داخل الصب يعني بصب اول طبقة. وبعد كده بروح حاطة الكتان بتاعي المغمور في الجبس. وهحطه بين الطبقتين وصب الطبقة التانية. بيكون بمثابة تسليح للبلاطة بتاعتي او الحلية اللي انا بشكلها اللي حجمها كبير. عشان لو ما جا نقلها بعد كده ما تبقى صعبة الكسر يا ما انت عارفين ان الجبس سهل كسر لو مساحته كبيرة. وانا بنقله ممكن يكسر. فالكتان ده بيبقى مثابة التسليح بتاعي اللي هو بيحافظ عليه ان هو يكسر بسهولة. هنيجل بعد كده احنا عندنا حاجة اسمها مصطرة الكياس. وده اللي بستخدمها عشان ارسم الطراز التسكاني بتاعي. احنا عارفين ان الطراز التسكاني اه ما بيترسمش بالسانتي. هو بترسم بالجزء والمعدل. اه ازاي بحول السانتي او او المعدل والجزء ده لسنتيمتر. انا دلوقتي هرسم على اللوحة فبالتالي هحول المعدل او الجزء ده للسنتيمتر. فانا عندي المصطرة بتاعتي بتبقى عبارة عن اتنين معدل. والمعدل بيتكون من اتناشر جزء. اعتبر اتنين معدل دول ارباع وعشرين جزء. فانا عندي دي طول المصطرة هو النص اللي بيضثر ده يعتبر معدل. والنص اللي متأسم ده اتناشر جزء ده معدل التاني. يبقى انا المسترة طولها اتنين معدل. في معدل منهم كامل مش متقسم. ومعدل التاني متقسم اتناشر جزء. ازاي بقسمه بقى? انا باجي اخد خط مستقيم. كطعة مستقيمة كده. والكطعة دي بحدد طولها ازاي? بحدد طولها بناء عن كتر العمود بتاعي. انا عندي العمود بتاعي كتره من عند الاعداء بيبقى اتنين معدل. الاتنين معدل. طب هو في الطبيعة كم سنتي? في الطبيعة عبارة عن ستين سنتي مسلا. فالستين سنتي. انا هرسمه على اللوحة بمكلاس رسم واحد لعشرين. فانا بضرب ستين في عشرين. وبقسمهم على مية بيطلع لي ستين في عشرين. بألف ومئتين على مية تطلع المسترة بتاعتي اتناشر سنتي. يبقى انا رسمت المسترة دي اتناشر سنتي. اتناشر سنتي. اللي هي اتنين معدل. المعدل بتاعي كمته ستة سنتي. وببدأ اقسم الستة سنتي التانيين لاتناشر جزء. احنا اه اخدنا قبل كده في العملات الهندسية ازاي اقسم اي قطعة مستقيمة لعدد اجزاء معين. ان انا بايجي ارسم عليها. خط. خط كده ميل بزاوية حدة. وببدأ افتح البرجل فتحة مناسبة. وببدأ اقسم اخد من النقطة دي اللي هنا اخد كوس. ومن النقطة دي اخد كوس تاني. يبقى انا اقسم الكطعة بتاعة الميلة دي لاتناشر جزء. دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حدواشر اتناشر. وببدأ النقطة اتناشر دي بوصلها باول نقطة. وببدأ اخد بعد كده النقطة التانية بمتوازيات للخط الاولين اللي انا رسمته من شوية. لغاية مبدأ اوصل الاثناشر خط بتاع او اتناشر كطعة اللي انا قسمتهم دول بالخط الافكي اللي الكطعة اللي انا هقسمها لاثناشر جزء. تعالوا نشوف الفيديو دوت وهو بيبالينا ازاي بنرسم المسترة بتاعتنا. احنا في البداية رسمنا خط اتناشر سنتي. ورسمنا عليه خط تاني في زاوية حدة. وهنبدأ نفتح فتحة البرجل بفتحة مناسبة ان هي هتعمل لي اتناشر جزء للخط المال اللي انا رسمته دوت. لازم تقوم مناسبة يعني اتناشر عشان تديني اتناشر جزء. لو انا فتحت فتحة اكبر من كده هتعدي الخط بتاعي وهتخرج برا الورقة. فاحنا ادي اول جزء اهو. وهدي التاني. وهدي التالت. وهدي الجزء الرابع. والخامس. هدي ستة. سبعة. تمانية. هدي التسعة بنفس فتحة البرجل ما بغيرهاش. هدي عشرة. هدي اللي اتناشر احنا في عدد فتنة. يبقى احنا بنعد بالرقم تاني. يبقى خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر. يبقى انا قسمت الكتعة بتاعتي لاتناشر جزء بالبوسط البرجل بالزبط. هقسم بقى الاتنين معدل بتاعي. اللي هو ستة سنتي وستة سنتي من النص. احنا عرفنا الاتنين معدل بتاعنا الاتناشر سنتي جات من ايه? وهبدأ ارسم خط تاني عشان يبقى يلي المسترة بتاعتي. هبدأ اوصل نقطة الاتناشر بالنقطة اللي هي لغاية الستة سنتي. وهبدأ اخد متوازي على الخط دوت بمتوازيات. ازاي اخد متوازيات? انا بثبت المسترة بتاعتي. وبسحط المسلس عليها. وبقف على الخط بالزبط. وببدأ احرك المسلس بتاعه على المسترة. هيديني خطوط متوازية. زي ما انتو شايفين كده في الفيديو. جميع النقط اللي انا عملتها على القطعة الميلة. اللي هي الاتناشر اه جزء دي. من اللي هي المسافات المتساوية. ببدأ انقلها على القطعة المستقيمة اللي انا بقسمها. ودي عملية من العمليات الهندسية اللي هي اسمها تقسيم اي قطعة مستقيمة لعدد من الاقسام المتساوية. طبعا لو انا عايز اقسم اقل من اتناشر ممكن بالبرجة هعمل تمانية. لو انا عايز اقسم تمانية. لو عايز اقسم ستة هقسمها برضو ستة برضو بفتح برجل هعمل تمن فتحات بس تمن علامات بس على الخط المعيد. دلوقتي هبدأ اعمل خط رأسي ان انا كل نقطة جطعة القطعة عشان ابيانها على المصطرة. هعملها بخط رأسي. فهتديني اجزاء اتناشر جزء متسويين. انا ايه فايدة المصطرة دي او انا هستخدمها في ايه? المصطرة دي هستخدمها معايا وانا برسم الاعدة بتاعة التراز التسكاني. لان انا عندي المقاسات بالجزء وبالمعدل والاتنين معدل فبالتالي انا عشان احاول الصنطي للاجزاء دي بعمل المصطرة دي. زي ما احنا بن زي ما انتم شايفين كده انا بظلل واحدة وبسيب واحدة على اساس ان انا اعرف الاجزاء بتاعتي او احددها. يبقى انا عندي جزء اه مزلل وجزء مش مزلل. عشان يبقى يبقى في المصطرة. يبقى انا كده عندي ستة اجزاء مزللين وستة اجزاء غير مزللين. وانا كده حصلت على المصطرة بتاعتي اللي هي الاتنين معدل في منها معدل منهم متقسم لاتنشر جزء. وفي معدل كامل. بعد كده احنا عندنا تنفيذ كرسي التراس دوسكاني زي ما قلنا قبل كده ان تتكون قعدة العمود التراس دوسكاني من جزء ايه? دائري ومربع. يعني عندي جزء دائري وجزء مربع. زي ما احنا شايفين في الصورة هنا الجزء المربع اللي هو الجزء اللي تحت دوت وبعد كده فيه جزء دائري. وهي القعدة بتاعتي بتنتهي لغاية الجزء دوت. بعد كده ده البدم بتاع العمود التوسكاني. ده الرسم الهندسي بتاعه الخاص بيه او التنفيذية اللي انا هبدأ اشتغل عليها زي ما احنا قلنا قبل كده انا عندي دي اسمها اتنين معدل اقول قعدة دي من تحت اللي هي الجزء المربع. طوله ايه? عبارة عن اتنين معدل وزائد تسعة جزء. وارتفاعه ستة جزء زي ما احنا شايفين في الرسم. فانا الستة جزء ديت هاخدها بلقطة من المصطرة اللي انا رسمتها قبل كده. برضو نفس الحكاية الاتنين معدل وتسعة جزء برضو باخدها بواسطة البرجل من على المصطرة اللي انا رسمتها قبل كده. بعد كده عندي الجزء الدائري عندي فيه جزء عبارة عن خيزران او نص دايرة. ده بي ارتفاعه خمسة جزء. وطوله بيمس نفس نفس الاعدة المربعة. هو اعتبر بيمسه من الخارج اهو. طوله برضو اتنين معدل وتسعة جزء. وبعد كده عندي سنة سنة تعتبر سنة بسيطة. دي ارتفاعها واحد جزء وهي بتكون بدايتها من نهاية الخيزران بتاعي. ونهايتها لغاية بداية الخيزران بتاعي من ناحية التانية. يبقى انا وبعد كده ده جسم البدم بتاعي. البدم بتاع العمود. وده بيبقى زي ما قلنا الكتر بتاع العمود من تحت من عند الاعدة عبارة الكتر بيساوي اتنين معدل. اللي هو المصطرة بتاعتي اللي هي الاتنين معدل اللي هي اربعة ومتقسمة اربعة وعشرين جزء. يبقى انا عرفت المصطرة جبتها ازاي? انا المسطرة جبتها عن طريق الاعدة بتاعتي بتاعة العمود حددتها في الطبيعة ان هي ستين سنتي وانا هرسم الرسم بتاعي بكياس رسم واحد لعشرين فانا بضرب المقاس على الطبيعة في عشرين وبقسمه على مية لان هي عشرين في المية فبالتالي بطلع لي طول المسطرة بتاعتي اتناشر جزء اللي هي بتساوي اتنين معدل باخد منهم معدل وقسمه لاتناشر جزء وعشان اشتغل الاجزاء بتاعتي بعد كده هو انا شغال في الرسم. تعالوا نشوف ازاي بنرسم الكورس بتاعنا. انا في البداية برسم خط كده مستقيم وببدأ احدد عليه الاتنين معدل والتسعة وبحدد نقطة الاول وهاخد لقطة من على المسطرة بالبرجل اهو. الاتنين معدل كده انا حاطي البرجل على المسطرة بتاعتي خدت الاتنين معدل. وهبدأ اخد الاجزاء بقى اللي هما التسعة جزء. بالمسطرة برضو خدت اللقطة بتاعت ايه? وحطيت التسعة جزء بتوعي. يبقى انا المسافة من النقطة الاولينية للنقطة الاخيرة دي اتنين معدل وتسعة جزء. والارتفاع بتاعي زي ما قلنا ستة جزء. خدت برضو لقطة من المسطرة بالستة جزء. ورسمتهم هم. وهبدأ اوصل النقط اللي انا خدتها دي ببعض بالمسطرة. زي ما انتم شايفين كده. خط خط خفيف. وهبدأ ارسم بقى خط عمودي على الخط الاولين اللي انا رسمته. فبحط المسطرة بتاعتي موازية للخط. وببدأ احط المسلس القامل الزاوية. وبياخد الخط العمودي على الكتعة اللي انا رسمتها تحت. دلوقتي اتحددتلي النقطة البداية والنهاية فابدأ اتقل الخط بتاعي. يبقى انا كده رسمت الجزء العدل من الكرسي الاعدة بتاعة العمود التسكاني. هبدأ ارسم الجزء الدائري. انا عندي الجزء الدائري ارتفاعه خمسة جزء. يبقى انا عندي نصف كترة دايرة بتاعتي اتنين ونص جزء. فباخد بالبرجة البتاعي مسافة اتنين ونص جزء. وباخد علامة هنا من النقطة الخارجية. لان انا زي ما قلنا الدايرة بتمسلي الخط الخارجي ده من بره. ومن النقطة اللي انا خدتها خدت الارتفاع بتاعي اللي هو نصف الكترة اللي هو اتنين ونص جزء. وبرضه باخد خط رأسي عشان يتقطع مع الكوس اللي انا خدته بالبرجل. عشان احدد المركز بتاعي اللي انا هرسم منه نصف الدايرة. وانا دلوقتي ها ويفتي في النقطة اللي طلعت لها المركز بتاعي وهبدأ ارسم نصف الدايرة بتاعتي. انا رسمت نصف الدايرة من ناحيتين اهي. زي ما انتم شايفين ان الدايرة النهاية بتاعتها بتمس الخط اللي هو العدل بتاعي اللي هو بتاع الجزء المربع من الاعدة العمود التسكاني. وبوصل بقى اول نقطة باخر نقطة في الدايرة بتاعتي. انا كده رسمت الجزء الاولاني من الجزء الدايرة عبارة عن جزئين عبارة عن خيزران وخوصة. انا دلوقتي باخد برأسي وخط نقطة راسي عشان احدد نهاية الدايرة بتاعتي او نهاية نصف الكتر بتاعي. وهبدأ ارسم انا باخد لقطة اهو من على المسترة بتاعتي بالجزء بقيمة الجزء بتاع الخوصة الاخيرة. خدت اللقطة ورسمت الخوصة اهو. يبقى انا كده عملت الخوصة بتاعتي. يبقى انا عندي ده الجزء الدائرة عبارة عن اه خيزران او نص دائرة وفقية خوصة. انا كده خلصت الجزء الخاص بالاعدة بتاعتي بس انا لازم اربطه بالبدن العمود. فطبعا هرسم جزء من البدن بتاع العمود معايا. فانا هاخد السنتر بتاع الخط دوت. فالياكم كان تلاتاشر سنتي. فالسنتر بتاعه ستة ونصف سنتي. هحدد السنتر بتاعه. اهو حددت السنتر اهو النقطة بتاعت اهي. وهبدأ اخد بالبرجل لقطة من المسطرة بتاعتي بطول معدل. لان انا عندي الكتر اتنين معدل فانا خدت لقطة هي طول المعدل. وهاخد نقطة الناحية دي. ونقطة الناحية التانية. يبقى انا البدن بتاعي اللي اتنين معدل كده انا حددته على الرسم بتاعي. هياخد برضو خط رأسي من النقطة اللي انا حددتها. خفيف كده بالراحة. عند دلوقتي عشان اربط الجزء ده بربطه بربع دايرة او تأوير. فانا هحدد الربع الدايرة ازاي? بحدد نقطة هنا. ونقطة هنا اللي هي بتوازي الخط بتاع البدن بتاعي. وهبدأ افتح فتحة برجل من بداية خط البدن لغاية النهاية. واخد نقطة هتتقطع مع الخطين بتاع البدن. هي دي هتبقى المركز بتاع ربع الدايرة اللي هرسمها من اول الخوزة للبدن بتاعي. هنوها في اول مركز اهو. وهبدأ ارسم اه خط البردو بنفس المقاس واخدت التقطع بتاعي الناحية التانية. هو ده كده هنحدد المركز دلوقتي. يبقى انا كده المركز ده بتاعي الخاص اللي هيرسم لي هيوصل لنقطة من البدن للخوزة. هنقف في المركز بالزبط وابدأ ارسم ربع الدايرة بتاعي اداني ربع دايرة اهو. والناحية التانية كذلك. رسامة ربع الدايرة. انا ببين ربع الدايرة بالزبط وابقى الرسومات بتاعتي. ابدأ بقى هتقل الخطوط بتاعتي. اثبت المصدر عشان يبقى الخط رأسي. الناحية التانية. لان انا في البداية باخد خطوط خفيفة وببدأ اتقلها بقى ده الرسم النهاية بتاعي اهو ببدأ اعيد عليه كله عشان اتقله. عشان يبين. طبعا انا بعمل خطوط خفيفة في الاول عشان لو حبيت امسح بعد كده يبقى سهل ان انا امسح او اعدل. فانا بعيدة عالخطوط بتاعتي بقى تققلها بقى خلاص درر الشكل النهاية بتاعي للرسمة. وبكده احنا حصلنا على الشكل بتاعي برضو بالدوائر وهي بقى بقى وضحها برضو. بالنحية التانية برضو وضحناها ايه. وبكده احنا رسمنا القعدة بتاعتنا زي الرسم بتاعنا هو بالزبط عرفنا ازاي نرسمها وازاي نحولنا الجزء المعدل لاجزاء او المعدل والاجزاء لسنتيمتر عشان احول الرسمات بتاعتي على اللوحة بالسنتي لان انا لو معرفش كيمة الجزء او احوله للسنتي مش هعرف ارسم لان انا بشتغل بمصطرة متقسمة للسنتي والملي فلازم احول المصطلحات الفنية اللي عندي دي اللي هي الجزء والمعدل والاتنين معدل للسنتيمتر والملي متر. هنيجل بعد كده زي بقى هنشتغل تنفيذ قعدة العمود الترازدوسكاني اولا الجزء المربع وزي ما قلنا قبل كده هو عبارة عن قعدة مربعة وهيتم تشكيلها باستخدام فرما خشبية بطريقة صحب الحليات العدلة للحصول على كورنيشة. وبعد ذلك نكون بالتقطيع والتجميع للحصول على الجزء المربع من القعدة. عندنا هنا رسم متوضيحي للكلام اللي احنا قلناه من شوية. انا عندي هنا الحلية بتاعتي عبارة عن جزء مربعة وزي ما انتم شايفين. انا الفرما بتاعتي زي ما قلنا ده الجزء ده عبارة عن الصاجة بتاعتي. باخد الكطاع بتاع الحلية بتاعتي يا هوت. وببدأ ارسمه على ورقة كلك. وبعد كده بفرغه وببدأ بعد كده برسمه على الصاج. وبفرغه زي ما شفنا في الحلقة السابقة ازاي بعمل الفرما بتاع التشكيل بتاعتي. وبعد ما بفرغ الرسم بتاعي على الصاج. ببدأ اروح طابع الصاجة بتاعتي دي على كطعة من الخشب اللي هي بتسمى حصان الفرما او اللي هي بتشيل الجزء اللي هو الصاج دوت. بطبع عليه الرسم بتاعي وبعد كده بزود عليه نص سنتي من كل ناحية. عشان انا كطاع الخشب يبقى اكبر من كطاع اللي هو مرسوم على الصاج. عشان الصاج هو اللي يمس الجبس زي ما انتم شايفين الصاج هو ليه بيمس الجبس. من ورا هنا الخشب يعتبر اعلى شوية بنص سنتي من كل ناحية. بعد كده بجيب كطعة من الخشب برضو بتسمى الزحافة او اللي هو بتمشي على الادة الخشبية زي ما انتم شايفين في ادة خشبية انا بسبتها على التسجة. الزحافة دي هي اللي انا بمشي او هي بتبقى خط اللي بتمشي على الادة اللي هي الدليل بتاعي او خط صير الفرما بتاعتي. بسبتها بشكل عمودي على حصان الفرما. وبعد كده بجمعهم الاتنين بشكال اللي هو الجزء اللي فوق دوت ده اسمه شكال وده عشان يحفظ لي الزاوية بين الزحافة وحصان الفرما تبقى قيمة وما تتحركش. فبالتالي يطلع التشكيل بتاعي مزبوط. هنيجي بعد كده هنا ده نفس شكل التنفيذ بقى في الورشة. انا دلوقتي بقى بحط الجبس بتاعي الاول بعز للأول. وبعد كده ببدأ احط الجبس بتاعي قدام الفرما بتاعتي وببدأ امشي الفرما بتاعتي على التازجة بخط مستقيم وتبدأ تشكل لي الحلية اللي انا عايزها بعد كده. هنيجي بعد كده هنا هنستعرض الفيديو ازاي بيتم التشكيل على التازجة. انا عندي هنا الاول العدد والادوات اللي عندنا الشاكوش وعندنا المسترين والمقشاطة هي اللي كلمنا عليها من شوية ودي سكينة معجون زي المقشاطة برضو. ودي فرشة. وهنا عندي مصامير. وعند الزيت هو المادة العزلة اللي انا بعزل بيها. ودي الفرما بتاعت اللي انا عملتها قبل كده وكنت عاملها في الحلقة السابقة. ببدأ اثبت ادة. والادة دي بتبقى خط سير الفرما بتاعي. بثبتها على التازجة في مكان مناسب. بالمصامير زي ما انتم شايفين كده. بثبتها كويس جدا عشان ما تتفكش وانا شغال. لو اتفكت هتبوز لي الكورنيشة بتاعتي. لان خط سير الفرما هيتغير. لان مش عارف ارجحها في مكانها المزبوط بالزبط. والملة هيفرق معايا في التشكيل. فانا بأكد عليها بالمصامير وبثبتها كويس. بعد كده بجيب الفرما بتاعتي. وبحطها واشوفها هتمشي فين عشان اعزل تحتيها بقى. يعني الجزء اللي انا هشكل فيه. اللي هو الجزء اللي تحت السابقة او الكتاعة بتاع الكورنيشة بتاعي. ببدأ احدد المكان وهعزل بالزيت اهو. بحط الزيت قدام الفرما. زي ما انتو شايفين كده. وابدأ اوزع بالفرشة بتاعتي اهو. شايفونتو شايفين? انا قدام الكتاعة اهو. وبزود شوية من ناحيتين. الزيت بتاعي. عشان العجين طبعا بيخرج برا. يعني العجين بيبقى سايل. وبيخرج برا الكتاعة. فبالتالي يبقى في عزل تحته. عشان لما اجي انضف حوالين الكورنيشة او اجي افكها. يبقى سهل ما تكسرش مني. واعرف افكها. فاحنا قلنا الزيت ده وسيط عازل بين التزجة بتاعتي لانها من الخشب. فممكن الجبس هيلزق فيها. لو صبتوا عليها من غير ما حط المادة العازلة بتاعتي. ولما اجي اصب الجبس هيكسر. افك الجبس بتاعي بعد الصب. ممكن يكسر وانا بفكه. فلازم اعزل. برضو نفس الحكاية باعزل الفرما بتاعتي. عشان بعد كده يسهل عملية تنضيف بتاعتها. لما اجي انا اضافها من الجبس. زي ما انتم شايفين اهي الفرما بتمشى ايه? في اتجاه واحد بمشيها في اتجاه الساجم يعني ما نفعش. كده انا جهزت للتشكيل. بعد كده هنا عملية تشكيل بقى. عملية تشكيل بتتم ازاي? زي ما انتم شايفين كده ان انا بعجن عجنة وبحطها طبعا احنا عجلنا عجنتين قبل كده وحطينا ومعظم الكورنيشة تشكل اهو. وبتتكرر العملية دي. نفس العملية اللي انا بعملها دلوقتي ايه عملناها قبل كده مرتين تلاتة لغاية مزارتلي الحلية. انا دلوقتي هنا بحوصب العجين الجبس بتاعي على الحلية بتاعتي وببدأ امشي الفرما بتاعتي زي ما انتم شايفين كده في اتجاه واحد على الادة بتاعتي. الادة دي بتحفظ لي خط سير الفرما انه هو يبقى في نفس المكان كل مرة ما تتحركش. وبكده بفضل احط بتكرر العملية دي مرة واتنين وتلاتة لغاية محصلة على الكورنيشة اللي انا عايزها اللي انا بعد كده هبدأ اضطعها واشتغل عليها بعد كده زي ما انتم شايفين هنا في الفيديو ده هنبدأ ننضف حوالين الكورنيشة بتاعتي او زي ما انتم شايفين كده اهو اللي انا ما قلت لما ندهن زيت زيادة عشان في عجين اهو اللي هو يعتبر بيبقى تحت الفرما بتاعتي لان التازجة احيانا ما تبقاش مصبوطة بالزبط فبيبقى بتعمل لي خط سير او بتمشي عليها الفرما فاشوفوا عشان انا داية زيت بيطلع بسهولة ازاي لو خرجت برة شوية الحتة اللي مش مدهنة فيها زيت هتلاقيه بيطلع بصعوبة شوية فدي فايلة العزل بتاعي او الزيت ببدأ هنضف حوالين الحلية بتاعتي زي ما انتم شايفين كده عشان افكها من المكانها هبص اللي بعيد بقى بص بيطلع بصعوبة ازاي عما يجي المظافة هبصي اللي هو مش مدهن بزيت هبص لقيه بينضف بصعوبة شوية فانا عرفت الوقت فايلة العزل بالزيت ان انا عشان لما اجي انضف حوالين الفرما الكرنيشة بتاعتي او لما اجي افك كرنيشة تتفك بسهولة ويسر احنا بالوقت في مرحلة التنظيف الاول حوالين التمرين بتاعي لازم اشيل اي اثار للجبس عشان لما اجي اشتغل اقطع المقاسات بتاعتي وابدأ اجمع هيبقى انا التسجة بتاعتي نضيفة ما يزعش فيها بقايا الجبس ديت ويبوز لشكل التمرين بتاعي برضو زي ما نضفت الناحية دي بنضف الناحية التانية بقطع الاول الزيادات بالسكينة او المقاشطة وببدأ اشيل الزيادات بالسكينة من على التسجة حوالين الحلية اللي انا شكلتها او النموذج بتاعي اللي انا طلع في النهائي دلوقتي هفك بقى الادة بتاعتي الخشبية اللي انا كنت سبتتها طبعا بعد ما فكيتها بنضف الادة بتاعتي او الادوات بتاعتي بعد ما بخلص شغل ببدأ انضف الحاجة بتاعتي عشان لما اجي احتاجها بعد كده تبقى نظيفة وجهزة جهزة للشغل ما يعني ما تعقنيش او ان انا استغرق وقت اكتر وفي نفس الوقت وانا بنضفها وهو العجين طري احسن ماركينة واجهة نضفها هتنضف بصعوبة لكن طول ما هو العجين طري ولسه طري عليها او لسه في الزمن الشكل الابتدائي بتاعه بتنضف معيها بسهولة زي ما انتم شايفين كده فلازم على اول باول ننضف العدة بتاعتي او المعدات اللي انا بشغل بيها الفرما نفس الحيكاية برضو بنضفها وبعزلها بالزيت زي ما انتم شايفين اهو اهد الفرما بنضفها بشير الجبس الزيادة اللي زي ما انتم شايفين بلازم انضفها من الجبس كويس جدا عشان لما اجي استخدمها بعد كده ما انا اعرفش انضفها بصعوبة بعد كده لكن طول ما الجبس طري يبقى سهل ان انا هنضفها بنضف برضو الادوات بتاعتي الماشياطة اللي كنت شغل بيا هي عشان هستخدمها في العلام بعد كده السكينة طبعا الطالب هنا بيخلع المصامير برضو دي من اجراءات السلامة والساحة المعنية المصامير دي لو سبتها في الادة وحطيتها ممكن حد يدوس عليها لو هي محطوطة في المغزن على الارض فتصيبه فتالي هزم ان انا اشيل المصامير بتاعتي فدي تعتبر من اجراءات السلامة والساحة المعنية عندي بقى الادوات اللي هستخدمها بعد كده الالم والزاوية دي الادوات اللي انا استخدمتها اللي هستخدمها في التقطيع انا عندي في بداية الحلية اه الجزء الاولين ده مش متشكل مزبوط يعني اللي في الاول وفي الاخر ما ببقاش ايه الحلية مزبوطة لاني ده بقايا العجين في الاخر بينزل فانا انا طبعا عامل حسابي ان انا الجزء ده اللي هستخدمه يعني انا بعمل الحلية بتاعتي زيادة انا مسلا عايز متر بعمل متر وعشرين لان انا عارف ان في جزء مش هستخدمه لان الحليات ما بتبقاش مكتملة فيه فانا بقصه الاول وبستبعده برضو في الاول برضو بيبقى في جزء صغير كده بيبقى زيادة الطالب بيحط شوية ماء عشان يسهل عملية القطع وانا بقطع الجبس يبقى انا ده الجزء اللي انا هستخدمه بقى ده الجزء اللي انا هستخدمه او محتاجه في المآسات بتاعتها هنبدأ نشوف بقى المآسات بتاعتنا وهنقطعها بعد كده هنا هنبدأ بقى ادي الزاوية هي والقلم الكوبيا ببدأ اعمل الزاوية على زاوية خمسة واربعين اهو انا علمت في الزاوية الزاوية اللي احنا كلمنا عليها من شوية وقلنا بتعمل زاوية قايمة وزاوية خمسة واربعين والمقشاطة بكمل الخط بتاع على نفس الزاوية. وهبدأ اقطع بالمنشار بتاعي. ده نوع من انواع المناشية اسمه سراء الزهر. النوع منشار صغير شوية وبرضه باستخدمه زي سراء التمساح اللي هو كبير. اللي احنا استعرضناه في العديد الادوات. فالاتنين بيقدوا نفس الوظيفة. اللي متاح عندي باستخدمه. اول في النهاية ان هو يديني النتيجة اللي انا عايزة. فانا بقطع دلوقتي على زاوية خمسة واربعين. ده اللي التجميع بتاعي عشان اعمل الجزء المربع اللي هو العدل من القاعدة بتاعتي. انا هطاع طوال على زاوية خمسة واربعين. هاخد المقاس بتاعي بعد كده بقى. بالمتر. هعلم زي ما انتم شايفين كده. كده ده المقاس بتاع اللي انا محتاجه. وهبدأ اعلم بالزاوية برضو على زاوية خمسة واربعين. اول باخد خط عيدل عشان احط عليه زاوية على النقطة. لقد كده الزاوية تعتبر معكوسة. فالمفروض عكس التاني يعني الزاوية تحط عكس التاني. زي ما انتم شايفين كده لازم تبع عكس دي. الاول كانت معكوسة. كده الصحة. ببدأ طبعا الزاوية بتجيب ليش العلام كله فببدأ اكمله بالماشاطة بتاعتي. الماشاطة بتبعد لها باستخدامها برضو زي المسطرة. وببدأ اعطع بالزاوية بتاعت التانية. زي ما عملنا العملية دي هتوقع الشغل الحليات عموما بتلاقي كله اعتبر اه فكرة واحدة. بس اللي بيختلف كطاع الحلية او شكل الحل اللي انا بنفذها. هي اللي بتختلف. حسب الرسم بتاعي او الرسمات الهندسية اللي هي بتققى في الفارما. وبينتج لي بقى الشكل اللي انا عايز وممكن يبقى شكل مربع شكل دائري شكل في حليات. الحليات نفسها بتختلف اه ممكن يبقى فيها جزء رابط جمل ربع دايرة نص دايرة. احنا قطعنا اول جزء اهو. وطبعا انا عندي الاعدة مربعة فبقى قطع باخد بالعلام على نفس الجزء اللي انا قطعته. لان انا عندي الاعدة بتاعتي مربعة. فالطول زي العرض فانا باخد بنفس اللقطة بتاعة العلام. الجزء اللي انا طلعته وببدأ اقص على زاوية خمسة واربعين بالمنشار. زي ما احنا قلنا استخدمنا قبل كده منشار الظهر. دلوقتي سراءة تمساح اهو. الاتنين بيقدوا الغرض بس طبعا سراءة تمساح بيبقى افضل لان هو طويل وفي نفس الوقت سمكه قليل فبيمشي في الجبس اسرع. التاني سمكه كبير شوية فبالتالي بيمشي بصعوبة. وانت هتلاحظوا في اسناء التنفيذ ان سراءة تمساح هيبقى احسن. وانا بقطع الحلية بتاعتي. بقطع الجزء التالت اهو. برضو بعلم على الجزء اللي انا طلعته. زي ما احنا قلنا قبل كده ان الاعدة بتاعتي مربعة فالمقاسات كلها واحدة. لو هي مستطيلة طبعا هتختلف. هيبقى عندي جنبين زي بعض. والجنب التاني هيبقى اكبر شوية. فانا ممكن اقطع جنبين على بعض واخد المقاس التاني واقطعه على بعض برضو. لو الاعدة بتاعتي مستطيلة. لكن انا عندي هنا الاعدة مربعة. فبالتالي الاربع اجزاء بتوع اللي هيجمعه عشان يدوه لي المربع. كلهم مقاسات واحدة. فبقطعهم كلهم على بعض. زي ما احنا شايفين كده. هنبدأ نجمع بقى الاربع اجزاء بتوعي. مع بعض. هيدوني الشكل المربع بتاعي. طبعا بحطهم كده على التسجل الاول كده بجمعهم كده. وببدأ بالزاوية القايمة. هزبط الزوايا بتاعتي. زي ما انتم شايفين انا بالزاوية القايمة هيبقى زبط الزوايا بتاعتي. عشان تبقى زوايا قايمة. بالزبط. عشان المربع يطلع مزبوط جميع اللي تبقى ان احنا عارفين ان المربع بتاعي جميع زوايا قايمة. هلازم الزوايا تبقى قايمة عشان يطلع شكل المربع بتاعي مزبوط. طبعا هستخدم المقاشطة والسكينة في التجميع بقى هعمل عجيب من الجبس. وابدأ املى الفاصل بين الزوايا دوت. اللي هو يعتبر التجميع بتاعي. هتطالب كان مجهزه. هنبدأ بقى نجمع الفاصل بتاعتنا بالجبس بتاعنا اهو. زي ما انتم شايفين انا بحاول افنش الشكل بتاعي يبقى يطلع بشكل مزبوط. ما يبقاش في زيادة والتجميع بتاعي يبقى كل الحواف قايمة ومزبوطة. زي ما عملت الناحية دي بعمل الناحية التانية. زي ما انتم شايفين اهو. انا بقفل اي فراغات او اي نتوقات في الحلية بتاعتي او الحليات بتاعتي. ده تعتبر التفنيش بتاعي او الانهاء للشغل العمل بتاعي. لازم افنشه عشان يطلع شكل معمالي جميل. طبعا الشغل الزخروفي ده هو بيعتمي بالمنظر الجمالي. يعني انا بجمل المبنى بتاعي. فلازم يبقى شكله حلو ما يبقاش من اغبط او في. فالفنش ده هو العمل الاساسي. يعني لازم الفنش بتاعي يعمله بدقة. عشان انا بعمل حاجة منظرها جميل. لكن لو انا ما اعملتوش بدقة فهيطلع شكل سيء. يبقى انا ما عملتش حاجة. يبقى انا الشغل الجبس او الحليات بتاعتي هي اللي بتديني شكل معمالي محترم او جميل. بيديني منظر كويس. لكن لو انا ما فنشتوش كويس هيطلع المنظر سيء. يبقى انا زي ما انتم شايفين كده بعد كده بجيب الفرشة بتاعتي وببدأ بشوية مية كده وابدأ همس الشغل بتاعي عشان يبقى الشرق للنهائي بتاعه مظبوط وتمام. بعد كده بجمع الجزء التاني المربع. بعد كده احنا خلصنا كده الجزء المربع بعد ما جمعناه هنخش على تنفيذ قعدة العمود اللي هو الجزء الدائري بقى. وهيتم تشكيله باستخدام فرما خشبية بطريق التشكيل على شكل دائري وذلك بتثبيت خبور والدهوران حوله بالفرما بواسطة شكال ويكون بمثابة نصف الكتر. هنيجي بعد كده دي الرسم التنفيذي بتاعنا ده الخبور اهو. وهو يعتبر نصف الكتر وقالنا الشكال هي تعتبر نفس الشكل الفرما بس بيبقى عندي شكال تاني اللي هو بيعتبر نصف الكتر بتاعي من اول المسمر ده لغاية بداية تشكيل الحالية هو ده نصف الكتر الجزء الدائري اللي هو يعتبر المعدل بتاعي اللي هو الجزء الكمتو معدل اللي هو اتناشر جزء. مكونات الفرما زي ما قلنا الساجة والحصان الفرما والزحافة وادي الشكال. هنيجي بعد كده احنا دلوقتي خطوات تنفيذة هي. انا سبت الخبور بتاعي ببسطة الجبس وحطيت حواليه رمل منادي او رمل مبلل عشان يقلل من الكطاع بتاع الحالية بتاعتي وبيوفر معايا في الخامة وفي نفس الوقت باستخدمه بعد كده في التجميع في مكانه. المكان الفراغ دوت بملاء جبس تاني فبالتالي بيساعدني في التجميع الاعدة على الكرسي. هنيجي بعد كده دي طريقة التشكيلة هي زي ما انتم شايفين. ادي الفرما هي. نفس الفرما للعدلة بس بين العدلة ان انا بثبت اده وبمشي على الفرما. لكن الدائرية بثبت الشكال ده. ده الفرق. يعني انا عندي الشكال ده في الفرما العيدلة. لكن الشكال ده اللي هو يعتبر نصف الكتر بتاعي. وببدأ الفرما بتاعتي حوالين الخبور ويشكل لي الجزء الدائري. هنا عندي ده الفيديو بيبين الطلبة هي بتشكل الجزء الدائري اهو. طبعا بيحط العجين قدام الفرما. ادي الخبور اهو. وهدي الفرما بتلف حوالين الجزء الدائري. زي ما انتم شايفين بتلف بشكل دائري كده. لغاية ما تتم التشكيل بتاعي للجزء الدائري بتاع الاعدة بتاعة العمود التسكاني. هنيجي بعد كده ده برضو اه الفرما شكل صورة للفرما وهي شغالة بتلف الجزء بتاع الاعدة. هنا الشكل الاعدة بتاعي بيبقى بالشكل دوت الجزء المربع اللي احنا عملناه في الاول وشكلناه في الاول وبعد كده الجزء الدائري اللي هو الجزء دوت بيتحط فوقيه بيتجمعه مع بعض بوسطة الكتان. وزي ما قلنا الاعدة دي بتبقى انفرها من جوة. وانا بجمعها على الجزء العيدل ده. بحط الجبس بتاعي في الفراغ دوت. وطبعا الجزء المربع زي ما انت شفته في الاول كان برضو مفرغ. بامل العجيم بين الاتنين. وبحط كتان بتاعي عشان يبقى رابط وتسليح على اساس ان هما ما يتفكوش بعد كده من بعض. فيبدأ ايه ايه بانا جمعت كده الاعدة بتاعتي. النهاردة في حلقتنا اخدنا ازاي بنشكل اعدة التراز التسكاني. وعرفنا ان هي عبارة عن جزء ايه? جزء مربع وجزء دائري. الجزء المربع عرفنا بنشكله ازاي? والجزء الدائري بنعرفنا بنشكله ازاي? وبنجمعهم مع بعض. بيدوني الاعدة بتاعتي. انها اه حلقتنا كده خلصت. ونلقاكم على خير ان شاء الله في الحلقات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.